نجح عمر في الإكمالية فأهدله الأب دراجة من نوع فاخر فلما خرج ليلعب بها مع أصدقائه شعر بالخزي وشعر أصدقائه أن هذه الدراجة لا تصلح في وقتنا الحالي وإنها قديمة جدا فذهب عمر إلى الأب قائلا ويبكي أبي لقد استهزأ بأصدقائي وقالوا أن هذه الدراجة لا تسوي شيئا في وقتنا الحالي وإنها قديمة جدا فقال له الأب إذا لم يعجبك أحاديث أصدقائك فاذهب وبيح في ذلك المحل يقال أن هذا الإبن ذهب ليبيع دراجته في المحل بقي حوالي ساعتين أو ثلاثة وهو يبيع هذه الدراجة يقال أنه لم يتي أحدا إلى ذلك المحل أو حتى يعني تقدم ليعرف كيف سعر هذه الدراجة يقال أنه بقي حوالي ثلاث ساعات أو أربعة ساعات وهو ينتظر من سيشتري هذه الدراجة يقال أن عمر بقي صامدا للحظة حتى غادر المحل يقال أنه بقي صامدا حتى جاء أحد إلى المحل وقال كم سعر هذه الدراجة يقال أن الإبن قال له أبيع هذه الدراجة بخمسمائة ألف قال كيف تبيع هذه الدراجة بخمسمائة ألف هذه الدراجة سعرها ثمين وباهذ الثمن قال لأصدقائي أن هذه الدراجة لا تساوي شيء فهي من الطراز القديم وهي مهترية جدا قال لا أصدقائك لم يكن يعرف أن هذه الدراجة تساوي الملايير فلا تكون غبي وتبيع هذه الدراجة قال له لا سوف أبيعها لأن أصدقائي كانوا يضحكون عليه قال أصدقائك مخطئين يا بني فهذا النوع من الدراجات نادر جدا في الأسواق وهم يضحكون عليه قال لا تبح يا ابني هذا النوع من الدراجات هو المتبقي في العالم وهذا النوع هو أغلى وأثمن قال له يا بني إذا أردت أن تبيعها فأنا سأشتريها بمئة مليون دولار قال له حاضر أنا سأبيعها فباع هذه الدراجة واشتريها